عقب التصاعد التوتر لأسابيع بين روسيا وأوكرانيا بشأن تحشيد موسكو عشرات الآلاف من جنودها على الحدود بين البلدين وشبه جزيرة القرم أعلنت موسكو بدأ سحب قواتها من هناك ما يؤشره وفق مراقبين على تراجع نسبي لهذا التوتر وزارة الدفاع الروسية قالت إن قطاعاتها التي كانت تجري تدريبات أمام الحدود الأوكرانية تتحرك حاليا إلى محطات سكك الحديد للتحميل والمطارات وتصعد على متن السفن ومنصات سكك الحديد وطائرات النقل العسكري وفي مؤشر آخر على التهدئة أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أنه مستعد لاستقبال نظير الأوكراني بلاديمير زلينسكي في موسكو في أي وقت للتباحث في علاقاتهم الثنائية ورحب الرئيس الأوكراني بدوره بإعلان موسكو معلقا أن خفض القوات على حدودنا يؤدي لانخفاض النسبي للتوتر وكان قد دعى نظيره الروسي الثلاثاء إلى اجتماع عند الجبهة وأعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي أن الحلفة علم بإعلان سحب الجنود الروس لكنه يبقى متيقظا مجددا دعوة موسكو إلى سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية وكان نشر آلاف الجنود بالقرب من أوكرانيا التي تقاتل منذ عام 2014 في شرقها انفصاليين موالين لروسيا قد أدى إلى تأجيج التوتر بين موسكو والغرب بشكل كبير وأفضى إلى استعار مواجهات كلامية غير أن موسكو أعلنت أن قواتها التي تصل لمائة ألف مقاتل موجودة لتدريبات ومناورات تهدف إلى التعامل مع ما سمته تهديدا من حلف شمال الأطلسي وأمر وزير الدفاع الروسي عقب انتهائها بانسحاب القطاعات العسكرية إلى مواقع انتشارها الدائم